التساعة صباحا بتوقيت القهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا لا سيما ما يتعلق بنقل خبراتي والتكنولوجيا والتصنيع المشترك بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة جاء ذلك خلال اللقاء وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنسيق الجهود للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالاتفاع العالمي في أسعال الغذاء والطاقة وتمويل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وصوب الإحياء عملية السلام والجهود الجارية لتسويت الأزمات في عدد من دول المنطقة لا سيما في السودان وليبيا بالأضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين مصر وغينيا الاستوائية في مختلف المجالات ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية وصوم السلم والأمن القرية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية ريزا إيفوا أسنغونو وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي نقل تحياته إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ وصرح متحدث الرئاسة بأن أسنغونو سلمت رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من الرئيس أوبيانغ تضمنت الإعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية وتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المعرض الرئيسي أهل المدارس 2023 الذي يتزامن مع انطلاق أمثاله في جميع المحافظات يتذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان توفر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك وللمجابهة زيادة معدلات التضخم أكد مدبولي أن المعارض تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن للمساهمة في تقفيف العبء عن كهل الأسر المصرية وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جانجاون إلى مدينة في أقصى الشرق الروسي لزيارة مصنع للطيران في إطار رحلته إلى روسيا من جهتها أعلنت وكالة تاس للأنباء أن كيم جانجاون وصل بقطار إلى محاطة المدينة لزيارة المصنع الذي أكدت وكالة انتفاكس أنه ينتج معدات عسكرية ومدنية أعلنت أوكرانيا أنها هاجمت سفينتي دورية جوسيتين ودمنت نظاما متطورا للدفع الجوي في منطقة البحر الأسود غرب شبه جزيرة القرم جاءت الهجمات الأوكرانية غدت إعلان كييف أنها ألحقت أضرارا جسيمة بغوصة وسفينة إنزال جوسيتين تقضعان لإصلاحات في هجوم صاروخي على حوض بناء السفن في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم مقر أسطور البحر الأسود الروسية ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية الهجوم على السفينة لكنها أوضحت أنها صدت الهجوم الذي شاركت فيه خمس طائرات بحرية مسايرة دون ذكر وقوع أضرار قررت لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية العلوم والثقافة يونسكو عدم إدراج مدينة البندقية إلى قائمة المنظمة للثراث العالمي المعارض للخطر متجاهلة توصية من الحبراء عبرت اللجنة مجددا عن قلقها إزاء القضايا المهمة التي ما زال يتعين معالجتها للحفاظ على الموقع بما في ذلك السياحة الجماعية ومشروعات التنمية وتغير المناخ مشددة على أن المدينة بحاجة لمزيد من العمل من أجل حمايتها